موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الحقائق القرآنية التي نحتاج للتأمل فيها حقيقة أن يتخذ الإنسان هواه إلهاً يتخذ الإنسان هواه إلهاً وهذه الحقيقة تدل على أن الإنسان قد قطع الصلة بينه وبين ربه فخلقه معبوداً من هواه يتوجه إليه بالطاعة والعبادة والتقرب وبذلك يكون قد أعرض عن الله سبحانه وتعالى والهوى أو الأهواء عند العلماء هي مجمع الحضوط إذن كل من ينشد حظاً من حضوط النفسي فهو يعبدها ولذلك فقد يتلبس المسلم من حيث لا يشعر بهذه الآفات التي تحول بينه وبين ربه لأنه عندما يتخذ الإنسان هذا الهوى وهو مجمع الحضوط والحضوط تنافي كما قال الشاطبي رحمه الله تنافي التعبد لأن المطلوب من العباد أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى عبودية اختيار لا عبودية اضطرار وأن يخرجوا من هواهم الذي جاءت الشريعة لإخراجهم منه حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة انظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لهذا الصنف من الناس يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة وهكذا تعس عبد الدنار وهكذا يمكن أن يتسلسل الموضوع فيكون الإنسان متحققا بهذه التعاسة بحسب الالتصاق الذي يكون بينه وبين الموضوع الذي التسق به فقد يلتسق بالدرهم وقد يلتسق بالمال وقد يلتسق بغيره وقد زين للناس حب الشهوات كما جاء في القرآن ثم عددها زين للناس حب الشهوات ثم أدرج القرآن فيها ما يتعلق من النساء وغيره من الشهوات المذكورة هذه الحقائق تجعلنا نعرف وندرك أن هناك مزالق ينبغي أن يحضرها المسلم والمسلمة هذه المزالق الخطيرة هذه الوهاد الصعبة هذه المنعرجات التي يمكن أن تصيب الإنسان بأعطاب لا بد له أن يعرفها وأن يحددها حتى يتجاوزها فأخي المسلم أختي المسلمة لا بد أن تتحرر من رقي هذه الأكواة بكل ما فيها لا بد أن تتحرر منها وأن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى فأنت حر إذا كنت متحررا من هذه الأشياء وأنت عبد إذا كنت ملتسقا بها لذلك العبودية لله سبحانه وتعالى تمنحك هذه الحرية من الأشياء فتكون حرا بالله مما سواه وعبدا لله وعبدا لله إذن عندما تتصف بالعبودية لله سبحانه وتعالى تكون حرا مما سواه وهذه المعادلة وهذه المعادلة أرشدنا إليها الإسلام حتى نكون على بينة من أمرنا وحتى نكون على هذا الصفاء الروحي وهذا ما أراده لنا الإسلام في صلتنا بخالقنا وربنا سبحانه وتعالى فلا فلا تجعل نفسك أيها المسلم أيها المسلمة حبدا لما سوى الله سبحانه وتعالى تحرر من هذه الأهواء هذه الأهواء الجامعة لكل ما يمكن أن نطلق عليه اسم الحظ كما تكلم عنه العلماء في مقاصد السريعة فالحظ ما سوى الله فإذا كنت عبدا للمال فأنت عزت عبدا لله سبحانه وتعالى بالاختيار كما أراد الله وإلا فأنت عبدا لله بالاضطرار والله سبحانه وتعالى اختار لك أن تكون له عبدا بالاختيار وأرادك أن تكون مريدا له محبا له متعلقا به فكن عبدا لله ولا تكن عبدا لسواه فالله سبحانه وتعالى رازقك وخالقك وهو المعطي وهو المنافع وهو الضار وهو الفتاح وهو العليم فاجعل في نفسك هذه المعاني لتتحرر مما سواه فتكون عبدا لله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا ممن يقومون بحق العبودية لله سبحانه وتعالى ويكونون حرارا مما سواه فلا تلتفت أخي المسلم أختي المسلم لما سوا الله سبحانه وتعالى وكون عبدا لله كما أراد لك كن عبدا له كما أراد لك فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده أن يتوجهوا لما سواه فهو خالقهم وهو رازقهم وما أحوجنا إلى أن نفم هذه الحقائق الإيمانية فنعكف على إصلاح قلوبنا حتى تكون حرة مما سوى الله سبحانه وتعالى لأن المشوشات ما أكثرها ولأن الشوائب ما أكثرها ولأن العوارد ما أكثرها فكن أخي المسلم أختي المسلمة على هذا المعيح الصحيح الذي يدلك على القصد من وجودك حتى تكون متعبدا لله سبحانه وتعالى كما أراد لك وإلا فإن التعاسة في أن يكون الأنسان عبدا لما سوى الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة